بمناسبة احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي للغة برايل قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة مطبعة برايلو 650 التي توفرها الوزارة وتعد من احدث المطابع الالكترونية المخصصة للطباعة بلغة برايل ويستفيد من خدماتها الطلبة المكفوفون في مدارس الدمج وغيرها من المعاهد والمؤسسات التعليمية المخصصة قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة الى مطبعة برايلو 650 التي توفرها الوزارة واستمع الوزير الى شرح مفصل حول سير العمل في هذه المطبعة واتطلع على جانب من انتاجها الذي بلغ المئات من الكتب الدراسية والانشطة الصفية والامتحانات والقصص والنشرات التوعوية وغيرها من المطبعات بلغة برايل مؤكدا ان توفرها مثل هذه المطبعة المتطورة يأتي في اطار جهود الوزارة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بضرورة العمل على الارتقاء بالتعليم في جميع المراحل الدراسية والعناية بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذا لتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بالاهتمام بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة قامت الوزارة من هذا المنطلق بتوفير كافة الامكانيات التي تساعدهم من حيث الكتاب أو من الوسائل التي تساعدهم أيضا على تقديم الامتحانات وأيضا المشاركة الفاعلة داخل الصفوف الدراسية واليوم ونحن نحتفل بهذه المناسبة نجد أن وزارة التربية والتعليم من خلال هذه المطبعة التي تعد من أحدث المطابع في العالم توفر الكثير من الكتب في خلال فصل دراسي واحد أكثر من 202 كتاب تم تهيلهم وعادت طبعتهم بالشكل الذي يناسب هؤلاء الأبناء نحن سوف نسير في هذا الاتجاه لأننا نعتقد أن الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة كافة الحق في الحصول على التعليم المناسب وفعلا سياسة الدمج في وزارة التربية والتعليم نجحت وحققت نتائج مبهرة على كافة الفئات وأشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت في دمج الطلبة المكفوفين في المدارس الحكومية بعد أن وفرت لهم كافة الإمكانات اللازمة بما في ذلك المعلمين المتخصصين والكتب والأنشطة والامتحانات والعلامات الإرشادية بلغة بريل إضافة إلى توفير حواسيب ناطقة ولجان خاصة لتقديم الامتحانات مع تهيئة البيئة المدرسية وتزويدها بالمرافق الخاصة كالمصاعد والأجهزة المعنية وتوفير خدمة المواصلات المجانية فضلا عن تخصيص بعثات دراسية لهم وإشراكهم في برامج مركز رعاية الطلبة المغهوبين وأكد الوزير أن هناك العديد من قصص النجاح المتميزة للطلبة المكفوفين الذين تمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية والعمل في مختلف المواقع ومن ضمنها المؤسسات التعليمية كمعلمين لمختلف المواد الدراسية والحمد لله الكتب هي التي ساعدتني على القراية والمدل الاجتماعية سواء هي أو غيرها من اختبارات ودروس وامتحانات نهائية أو منتصفية وزارة التربية والتعليم أسست مشروع دمج الكفيف في المدارس الحكومية هذا طبعا تأسيس اجتماعي وأكاديمي راصين للكفيف بشكل خاص فعل نتاج الأكاديمي وتفوقه الدراسي في جميع المراحل التعليمية الكتب ما كانت عقنا بالعكس كانت دايما بول بول توصلنا حتى في الامتحانات النهائية تكون أيضا مطبوعة بالبرايل وزارة التربية والتعليم أبدعت في التوسع خلال هذا العام في تطبيق سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ليبلغ عدد المدارس الحكومية المطبقة لها 81 مدرسة للبنين والبنات موزعة على مختلف المحافظات توفر خدمات تربوية وتعليمية نوعية تراعي احتياجات الطلبة من مختلف الفئات ومنها الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة دون الطلبات التوحد الإعاقة البصرية الإعاقة السمعية إضافة إلى ذوي الإعاقات الجسدية وذوي صعوبات التعلم أو بطء التعلم ومرضى السرطان والسكلر الذين صنفتهم الوزارة ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة ووفرت لهم التسهيلات كافة التي تعاونهم على استكمال دراستهم ترجمة نانسي قنقر